استغرقني الأمر طويلا ولكن هانذا السلام عليكم مرحبا بكم من جديد على غرار الكثير من صنع المحتوى الجزائريا خاصة توصلت مؤخرا بجهاز أوسكول تايجر 12 ولمن لا يعرف هذه الشركة فهي ساب براند أو علامة متفرعة عن شركة بلاك فيو وهذه الأخيرة التي تعد معروفة لدى معظم المستخدمين في السوق الجزائرية بحيث أن هواتف بلاك فيو تعتبر من بين أكثر الهواتف طلبا من قبل المستخدمين الجزائريين على منصة أو موقع علي إكسبرس وبالعودة لجهاز أوسكول تايجر 12 الذي وصلني مؤخرا أو منذ فترة من الشركة واستخدمته لفترة لا بأس بها وتقريبا أنا جاهز بأقدم معينتي لهذا الجهاز ولكن فضلت أن أؤجل ذلك للفيديو القادم على أساس أن يكون هذا الفيديو عبارة عن فتح علبة الجهاز وبعض الانطباعات الأولية كما أني سأشارك معكم يعني بعض الأجهزة الأخرى من هذه الشركة التي تعتبر موثيرة للاهتمام نوعا ما أضف إلى ذلك أني مهتم بمعرفة رأيك أنت في النقاط التي يجب أن نركز عليها في معاينة هذا الجهاز حتى أقدم لك أعلى قيمة ممكنة في الفيديو يعني حبذا لو تشارك معي رأيك في القسم المخصص للتعليقات تطلعني فيه على أهم النقاط بالنسبة إليك في جهاز بهكذا في أسارية على كلين بالنسبة لفتح علبة الأوسكول تايجر 12 رأيت أنه أمر يستحق لهذا صورتها لكم لأنها علبة من بين القلة في السوق تقدم لك تقريبا كل ما تحتاجه في رحلتك مع جهاز تايجر 12 فمثلا مبدئيا تقدم لك الشركة سكرين بيرتكتور من الزجاج في العلبة هي جماعة الزجاج أفضل من السيراميك أو البلاستيك أو المايرون أو سميها ما شئت فواقية الشاشة الزجاجية أفضل وهذه قناعة شخصية تامة وفي نفس سلك الحماية تقدم لك الشركة أيضا كافر سيليكون مرفق مع الجهاز في العلبة على كلين من بين الملاحظات الجانبية بالنسبة لجهاز تايجر 12 هو أنه يعتبر العكاس مباشر لجهاز الشارك 8 من بلاك فيو لدرجة أنهم أرفقوا كافر الشارك 8 مع التايجر 12 في نفس العلبة الأمر الذي صعب تزربة استخدام البصمة في الجهاز لأن كافر الشارك 8 ليس مطابق 100% لجهاز التايجر 12 وهذه ملاحظة أرفقتها بالفعل أثناء متابعتك لهذا الفيديو يا عزيزي للشركة أما بالنسبة لانطباعي عن الجهاز فصراحة انطباعي المبدئي بعد استخدام لفترة لبأس بها هو انطباع إيجابي وجيد جدا ولكن قبل الذهب أكثر في هذه الجزئية ويطلعكم على مواصفات الجهاز أحبث أن أخبركم أولا بسعره فسعره الآن على موقع عليكس براس تقريبا بمناسبة هذا هو الجهاز فسعره الآن تقريبا على موقع عليكس براس كما أخبرتكم هو سعر النسخة الموجودة عندي هنا والتي هي 1256 الموقع عليكس براس هو تقريبا 144 يورو والذي يساوي تقريبا بعملتنا العزيزة حوالي 37 36 ألف دينار جزائري تقريبا الأمر الذي يضعه في مواجهة مباشرة مع جهاز كريل مي سي 55 الذي يأتي في نفس الفئة السعرية ولكن بخيارات رام أقل فهو يأتي بسعر 38 ألف دينار جزائري تقريبا ولكن مع مساحة ذاكرة عشوئية 8 و 256 مساحة تخزين داخلية وهذه تعتبر أول أدفانتج أو نقطة تفوق لجهاز تايجر 12 على منافسه المباشر وهذا بالإضافة إلى عدة نقاط أخرى يتفوق فيها الجهاز أيضا ولكن ستركها لفيديو المعاينة على كل بالنسبة لمواصفات الجهاز بداية بمعالجه والذي يأتي من شركة ميدياتيك وهو الهيليو جي 99 نفسه الموجود في جهاز كريل مي 11 وريل مي 10 وهي هواتف بالمناسبة لا يقل سعرها عن 40 ألف دينار جزائري أما بالنسبة للكاميرات فهو يأتي بكاميرا أساسية بحساس 64 ميجا بيكسل وكاميرا ثانية لا تهمني صراحة وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل وأيضا بطارية بسعة 5000 ميلي أمت تكمل معك اليوم بكل أريحية تقريبا في كل ظروف الاستخدام مع شاحن 33 واط مرثق في العلبة فماذا تريد أكثر يعني؟ شاشة IPS LCD for HD 10 Hz؟ موجود وطبعا أخبرتك بالسعر في البداية لأنه يعتبر الأهم في كل هذه الأرقام والمواصفات لأني وصلت إلى قناعة مؤخرا راسخة بأنه لا يوجد جهاز سيء وإنما يوجد تسعير أو سعر سيء فطالما أن السعر مناسب لا وجود لجهاز سيء تقريبا كان هذا كل ما يخص جهاز Tiger 12 بالنسبة لانطباعي أول عنه لمن هم مهتمين باقتناء الجهاز أنصحكم بأن تصبروا قليلا لأن هناك فترة تخفيضات قادمة عما قريب في تاريخ تعني فقط وذلك انطلاقا من السابع عشر يناير الشهر الجاري إلى غاية التاسع عشر على موقع علي إكسبرس ستعرض الشركة هذا الجهاز Tiger 12 بأسعار مخفضة في هذه التواريخ ورابط شراء الجهاز سيكون متوفر في أول تعليق وفي قسم الوصف أيضا حسنا كما وعدتكم سأخبركم أيضا عن بعض المنتجات الأخرى المثيرة للاهتمام من هذه الشركة من بينها لوحي يدعى Osco Pad 16 صراحة تجربتي مع اللوحيات شبه معدومة ولهذا أفكر جديا فتجربة الباد 16 هذه واختبارها لكم فإن كنتم مهتمين شاركوني بأراعيكم في قسم التعليقات على كل من بالنسبة للباد 16 فهي تأتي بجملة مواصفات نوعا ما مثلة للاهتمام بداية ببطارية بسعة 8200 ميلي أم والتي تعتبر سعة ممتازة في عالم اللوحيات على ما أعتقد أيضا تأتي بمعالج اليوني سوك تي 606 مع كاميرتين خلفيتين أساسيتين كلهم بضيقة 13 ميجر بيكسل وشاشة ضخمة بضيقة FHD بلس بحجم 10.5 إنش كما أنها توفر لك أربع مكبرات صوت مما يعني أنها قد تكون مناسبة لإستهلاك المحتوى المرئي كما أنهم أتوا على ذكر خاصية تسمى بال PC Mode كل هذا مع خيارات تخزين تعتبر مميزة جدا تصل إلى 1 تيرابايت نساحة تخزين داخلية و 16 كذاكرة عشوئية رام كل هذا وقد تحصل على قلم إلكتروني وكيبورد مرفقة مع الجهاز طبعا كأرقام ومواصفات تعتبر الباد 16 مفيرة للاهتمام ولكن طبعا الأهم هو السعب أوووووووووو يبدو أن اللوحه لم يأرذ بعد على منصة علي إكسبريس الجهاز التالي الذي سأكلمكم عنه من الشركة لأوم ايرفع단 black view و هو من فئة خاصة من الهواتف و أتكلم عن فئة هواتف مقاومة للصدمات أو مشطولها عليه في المجال بالرغد فونز طبعا بالنسبة لي اسم الجهاز هو هو البلاك فيو بي ايل ايت تاوزند والثمان الاف هي كناية عن سعة بطارية الجهاز وهذا مجرد تخمين ودعوني ألقي نظرة على مواصفاته ويأتي الجهاز بلونين الأسود والغري لكن المثيل للاهتمام بشأن الجهاز أنه يأتي بشاشة على الظهر نعم شاشة على ما يبدو أنها قابلة للتخصيص تماما وكليا بجانب كاميراته أو كاميرات الجهاز في الخلف وياب سعة بطارية البي ايل ايت تاوزند هي 8800 ميلي امب مع شحن سريع 33 واط ومساحة تخزين داخلية أب تو 512 جيجا يو اث ايس 3.1 و 12 جيجا كمساحة ذاكية العشوئية وكاميرا أساسية بدقة 50 ميجا بيكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجا بيكسل أيضا مع معالج الدايمين سيتي 7050 والذي على ما اعتقد هو نفسه معالج ال11 برو بلس من ريلمي إلا متخلني ذاكرة لا أدري صراحة بالنسبة لهذه النقطة على كلين هناك خيار آخر من مساحة الذاكرة العشوئية في الجهاز يصل إلى 24 جيجا 24 جيجا كذاكرة عشوئية وأيضا مع شاشة بتردد 120 هرتز مع قابلية اللمس حتى باستخدام الغلافز أو القفازات يبدو أن الجهاز حقا مثل الاهتمام وأعتقد أني سأحاول الحصول عليه على كل إن كان هذا كل ما عندي بالنسبة لهذا الفيديو